قضية زواج الفتاة بدون علم أهلها أو بدون أسف رضا أهلها أو قبولهم سواء بعلم الأهل أو بدون علمهم أو تزويج الفتاة نفسها قضية ثار بين الحين والآخر ليست فقط في هذه الأيام بحكم قضاء الفيمينيست أو غيره إنما منذ القدم وهي مثارة عندما تعارض رغبة الأهل مع رغبة البنت فما حكم الشرع في هذه المسألة حيث إن السؤال يكثر عنها كثيرا في أسئلة هذا الزمان هذا ما نجيب عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حينما طبعا تكون الأسر متفاهمة متناغمة في تصرفاتها وأفعالها الأمور تدار بشكل سلس لكن هناك بعض الأسر أو بعض البيوت لا تحسن إدارة الأمور العائلية في القضايا المهمة والمصيرية مثل الزواج والطلاق ولذلك ينتج عن هذا الصدام في الرأي أو الخلاف في الفكر والرأي قضايا منها قضية زواج البنت أو الفتاة بغير رضا أهلها سواء هي التي تزوج نفسها بنفسها أو يعني عن طريق ولي آخر السؤال بي أكثر ويأتينا كثيرا أن خاصة ليس أنها زواجت لا أن الأهل يرفضون أو الإخوة يرفضون وماذا تفعل هي قضية مثارة منذ القدم يعني ليست من الآن قضية سؤال الأهل عن رأيهم وخلاف الأهل مع الفتاة في الزواج الذي يتقدم للبنت وحدث أن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كان في ضعف في القصة لكن الحديث نص صحيح مجموعة من الناس كان عندهم يتيمة ربيت في حجرهم وجاءها خاطبان فقير معسر وغني موسر بطبيعة الحال الأهل يحبون للبنت أن تتزوج الغني لترتاح في الحياة ماديا يعني فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرونه في الأمقال قال رسول الله عندنا فتاة يتيمة ربيت في حجرنا جاءها خاطبان موسر ومعسر غني وفئير وهي تهوى تحب المعسر ونحن نهوى الموسر فقال صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابيني مثل النكاح يعني تتزوج من يحب أفضل له هؤلاء أهل أذكياء تشاوروا حاوروا ناقشوا بعض الأهل للأسف يغلقون هذا الباب أنا اللي أقرر أنا الذي أفعل فتضطر البنت إلى الهرب أو كذا أو الزواج أو أن تخبره من أن ستتزوج وسواء كان إخوة في وفاة الأب أو أب موجود يتعنت في الأمر طبعا مع الإخوة المسألة أخاف قليلا عائليا لكن مع الأب تكون مسألة أكثر حدة ويسأل في هذه الحالة هل الزواج في هذه الحالة صحيح أم لا هذه قضية خلافية بين الإمام أبي حنيفة وبين جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء يرى أن الزواج لا صح إلا بولي والولي هنا الأب أو من يقوم مقامه من أبنائه أو الأعمام الإمام أبو حنيفة يرى أن الزواج صحيح إذا تزوجت كفأا إنسان لا عيب فيه من حيث الخلق أو الدين والزواج في هذه الحالة يكون صحيحا وكلا الطرفين الإمام أبو حنيفة أو الأئمة الثلاثة الجمهور يستندون لأدلة لكن طبعا كما ذكر الإمام ابن رشد رحمه الله في كتاب بداية المجدد قال إن لا يوجد نص في قضية الولاية يعني نص صريح واضح آية تقول إن لابد في الزواج من شروطه من شروط الصحة الولي قال لا يوجد إنما لا توجد آية صريحة يعني إنما نصوص يفهم من سياقاتها الإمام أبو حنيفة ذكر من أدلته إن الزواج يجوز للفتاة أن تزوج نفسها استدل بقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف إنه هنا رفع الجناح عن ما يفعلن أنفسهن يعني هنا عقد الزواج وقال حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير الزوج اللي هو طلق الزوجة ثلاث مرات والدد لعنى المرأة تنشئ العقد واستدل بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأي مؤحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها واستدل من المعقول من العقل قالنا يا جماعة الزواج ده أمر عقد وتصرف في حق خالص للمرأة ويا كاملة الأهلية المرأة ليست ناقصة الأهلية فجاز لها أن تجري عقد نكاحها الجمهور استدل أيضا بآيات أيضا كلها فحوى الآيات والنصوص استدل بقوله تعالى وأنكحوا الآيام منكم والصالحين من عبادكم وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا معنى أن في ولي هنا هو الذي ينكح واستدل بالحديث أيضا أيوم امرأة أنكحت تفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 طبعا في نقاش بين الفريقين في هذه الأدلة التي من السنة بين من يضاعف لهذا ويضاعف لذات لكن طبعا ظل الرأي الخلاف الفقه موجودا القانون المصري يعمل بالمذهب الحنفي فيجوز للمرأة أن تعقد عقد زواجها ونكاحها فيكون الزواج صحيحا طبعا على ماذا بالأحناف طيب هل المسألة فقط تقف عند الرأي الفقهي في قضية الزواج البنت بدون رضا أهلها أو بغير رضاهم الحقيقة يعني أنا طبعا مع كامل الحق للمرأة في أن تتزوج من تحب وأتمنى من أولياء الأمور للآباء والأمهات ألا يجبرنا الفتيات على زوج ولا على زواج وأن البنت كذلك لا تستبد برأيها يكون هناك نوع من الحوار العائلي ولو أن البيوت مبنية على هذا الحوار لتفاهم الجميع وعلى الفتيات أن تفهم أن يفهمنا أن الأب لا يريد بذلك الاستبداد إلا بعض الآباء حالات فردية موجودة وبعض الأولياء كالإخوان الإخوة يعني يتعنتون وعلى الأهل أيضا يعلموا أن البنت تختار بحكم مما تريد لأنها لا تعشروا مش أنا ولا أنت لا الأب ولا الأم في مثل هذه الحالات دائما أنصح المسألة الفقهية ليست هي الحل يعني الرأي الفقهي لما أسأل وكذا نعم أنا مذهب حنفي ولكن لست متعصب المذهب الحنفي المذهب الحنفي أدلات قوية نعم لكن الحياة والعائلات لا تبنى فقط على الفقه والقانون بمعنى أن البنت دي ستتزوج اليوم بغير رضا أهلها هي أطعوها هذا سيترتب عليه إن لم تكن البنت قد وضع ثقتها التامة المدروسة في شخص يستحق هذه التضحيل إن وحدها الضحي بعلاقتها بأهلها على الأقل إلى فترة معينة مش أهل من سنة سنتين ثلاثة إلى أن يتدخل أهل الخير بالإصلاح ويطلع ويثبت حسن رأيها ويوجد نظرا أنه صحيح سليم لكن الأزمة إن مثل هذا الفعل بيدخل الفتاة إلى علاقة زوجية بمنطق ضعيف دخل بدون عيلة وهذا إذا لم يكن الزوج صاحب خلق وعالي جدا ستعامل على أنها مقطوعة من شجرة ملهاش حد ففي كثير من الخلافات ستكون مهضة الجناح ضعيفة ولذلك عليها أن تراعي هذا الأمر أن تحاول قدر الاستطاع أن يكون الأمر محلولا بالحوار والنقاش مع الأسرة إذا حدث وطلع غير أصيل أو في خلاف معين أنا ستذهب الأصل البنت لما تزعل بتروح لبيت أهلها طب ما فيش أهل إذن ستزداد المعاناة في هذه الحالة وسيؤدي ذلك إلى شرخ كبير وهائل طبعا الخلافات بتحدث سواء كان بحب بكر برضى الوالدين برضى بغير رضاهم لكن أتكلم في حالة أن الزمن الآن فيه من الغدر وفيه من عدم الأمان فأنصح الآباء والأمهات أن لا يجبرنا الفتاة على زواج بما لا يريدون وأنصح البنت إذا كانت صاحبة قرار في زواج بشاب معين أن تحاول قدر استطاعتها بإقناع الأبوين والأهل حتى لا تخسر عائلتها لأن الأسر والعلاقات الاجتماعية هدف كبير جدا في الإسلام وفي الشرائع والأديان والحياة ومن الصعب أن يخسره الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقينا ويكون في ديننا اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته